موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوصل دروسنا من خلال عملية تعليم عن بعد لفائدة تلامذة مؤسسة دعاء الديبوني للتعليم الخصوص مرحبا بكم المكون الاستماع والتحدث والوضعية التواصلية بموضوع الحكاية الفأرات الثلاث وعنوان الوضعية كما تعرفنا عليها في الحسس السابقة أنصحوا أنهي وحذر حسسوا الحكاية الحسة التاسعة والعاشرة وهي الحسس الأخيرة وأيضا حسة الوضعية التواصلية الحسة الخامسة والأخيرة مادة اللغة العربية الأهداف التي نسعى لتحقيقها إن شاء الله في هذا المكون سرد أحداث الحكاية والإنتاج وأيضا استثمار أسلوب النصح والنهي في وضعيات جديدة إذن لنتذكر من جديد أحداث الحكاية إذن الفأرات الثلاث يسرقن الزيت من الجرار نعم وأيضا الجرة كان بها القليل من الزيت ولا ننسى اتفاق الفأرات الثلاثة على سرقة الزيت وأخيرا سقوط الفأرات الثلاث في الجرة بسبب طمعهن وشراهتهن إذن بالنسبة للإنتاج وكما تعودنا دائما في هذه الحصة تغيير عناصر الحكاية عندما نقول عناصر الحكاية هنا نقصد بها الشخصيات الأماكن والزمن والأحداث إذن كما ترون بالنسبة للشخصيات في الحكاية تعرفنا على الفأرات الثلاثة إذن قمت بتغييرها بحيوانات كالأرانب الثلاثة أو القطة أو الطيور أو الدجاج أي حيوان تفضلون الحديث عنه عوض الفأرات بالنسبة للأماكن في الحكاية عندنا الجرة قمنا بتغييرها قمت بتغييرها بالقفص أو بالعش أو بالخم مكان الدجاج إذن أي مكان تحبون أيضا تغييره وبالنسبة للزمن قد نغيره للصباح أو المساء أو ذات يوم أما الأحداث فتظل الأحداث كما هي فقط نغيرها حسب تغيير الشخصيات والزمن والمكان إذن بالنسبة للوضعية التواصلية بعنوان أنصح، أنهي، أحدر إذن وضعت لكم وضعية جديدة إذن لنقرأ جميعا خالد طفل عنيد ومشاغب لديه كلب لطيف ووفي إلا أنه يعذبه ويترقه دون أكل وشرب إذن أعزاء الصغار عزيزات الصغيرات ما النصيحة التي ستوجهونها لخالد ليتجنب هذا التصرف؟ نعم، إذن فكروا جيدا في النصيحة وذلك باستعمال الأساليب التي تعرفنا عليها في هذه الوضعية وهي لنتذكر جميعا لا، إياك، حذاري، وأخيرا كن أيضا أصل من أساليب النص إذن فحاولوا استخراج النصيحة الموجهة لهذا الطفل المشاغب الذي يعدب هذا الحيوان اللطيف إذن ونكون هنا أنهينا حصصة كل من الحكاية والوضعية التواصلية تندمتم موفقين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر